المورد السابع والعشرون الكامل الجزء العاشر في صفحة 284 ثم دخلت سنة سنة 609 قال ابن الأثير أيضا عندي أولا وثانيا أولا ذكر قدوم ابن منكلي بغداد في هذه السنة في المحرم قدم محمد ابن منكلي المستولي على بلاد الجبل إلى بغداد وسبب ذلك أن أباه منكلي لما استولى على بلاد الجبل وهرب ايدغمش وهرب ايدغمش صاحبها منها إلى بغداد خاف أن يساعده الخليفة ويرسل معه العساكر فيعظم الأمر عليه لأنه لم يكن قد تمكن في البلاد إذن أندي منكلي استولى على بلاد الجبل هرب ايدغمش إلى بغداد إلى الخليفة العباسي فمنكلي أرسل ابنه إلى بغداد حتى يؤمن الأمر لأنه خاف أن الخليفة العباسي سيدعم أي دغمش ويرسل معه جيشا لقتال منكلي يقول فأرسل منكلي فأرسل منكلي ولده محمدا ومعه جماعة من العسكر فخرج الناس ببغداد على طبقاتهم يلتقونه وأنزل وأكرم وبقي ببغداد إلى أن قتل إيدغمش فخلع عليه وعلى من معه وأكرموا وسيرهم إلى أبيه أقول منكلي خاف أن يساعد الخليفة العباسي أي دغمش وهذا يكشف أن ميل الخليفة أن ميل الخليفة وهواه مع أي دغمش وإلا لما خاف منكلي وهنا يتبادر سؤال لماذا أرسل منكلي ولده إلى بغداد إلى الخليفة العباسي هل بعنوان رهينة أو بعنوان آخر ولو لم يرسله فسيتدخل الخليفة العباسي لصالح أي دغمش ضد منكلي ولو لم يقتل أي دغمش وكان النصر حليفه فماذا سيكون مصير الرهينة ابن منكلي وكما يقال شيء لا يشبه شيء كما يقال بالعمية شيء ما يشبه شيء ثانيا ذكر عدة حوادث قال في سنة في هذه السنة قبض الملك العادل أبو بكر بن أيوب صاحب مصر والشام على أمير اسمه أسامة كان له إقطاع كثير من جملته حسن كوكب من أعمال الأردن بالشام وأخذ منه حسن كوكب وخربه لاحظ ألقى القبر عليه وأخذ البلاد منه وأخذ الحسن منه ومع هذا الملك العادل ماذا فعل؟ خرب الحسن وأخذ منه حسن كوكب وخربه وعفى أثره ومن بعده بنى حسن بالقرب من عكة على جبل يسمى الطور وهو معروف هناك وشحنه بالرجال والذخائر والسلاح أقول قبض عليه أخذ منه الأراضي والحسن فلماذا إذن خرب الحسن وعفى أثره قبض عليه وأخذ منه الأراضي والحسن فلماذا إذن خرب الحسن وعفى أثره ولماذا بنى حسنا جديدا وشحنه بالرجال والذخائر والسلاح ولماذا لم يشحن حسن كوكب دون الحاجة لتهديمه وبناء حسن آخر وإذا كانت تحصينات الحسن غير مناسبة كبناء وموقع فيا ترى هل تهديمه وإزالة أثره يعني أنه أخذ حجارته وبنى بها الحسن الجديد كما هي العادة عندهم وكما فعل صلاح الدين في تهديم العديد والعشرات أو المئات من الأهرامات من أجل استخدام حجارتها في بناء قلعته في مصر وعن هدم عدد من الأهرامات الصغيرة بالجيزة لبناء قلعة صلاح الدين تحدث المؤرخ الرحالة الطبيب عبداللطيف البغدادي من سنة خمسمائة وسبعة وخمسين إلى ستمائة ودسعة وعشرين هجري في كتابه الإفادة والاعتبار في الأمور والمشاهدات والحوادث المعاينة بأرض مصر قال المؤرخ البغدادي بعضها كبار وبعضها صغار بعضها كبار وبعضها صغار وبعضها طين ولبن وأكثرها حجر وبعضها مدرج وأكثرها مخروط أملس قد كان منها بالجيزة عدد كثير لكنها صغار فهدمت في زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب على يدي قرقوش سامعين بحكم قرقوش هذا قرقوش الذي تسمعون به ووصل وطرق أسماعكم حكم قرقوش يقول على يدي قرقوش وهو الذي بنى السور من الحجارة محيطا بالفصاط والقاهرة وما بينهما وبالقلعة التي على المقطم وأخذ حجارة هذه الأهرام الصغار وبنى بها القناطر الموجودة اليوم بالجيزة ونكتفي بهذا المقدار من الكلام والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأسألكم الدعاء ترجمة نانسي قنقر